لم تتوقف التصريحات النارية التي أطلقها الفنان المصري باسم سامرة تجاه زملائه في ظهوره الإعلام الأخير حيث تحدث عن زميله الفنان أحمد السقا بعد أن تحدث قبله عن الفنانة نينلي كريم ومشاركتها معه في مسلسل زاد باسم سامرة أجاب عن سؤال يتعلق بوفاته في عدد من الأفلام التي قدمها وأبرزها فيلم الجزيرة ليؤكد على أن ما حدث في هذا الفيلم كان مقصود خاصة أنه كان من المعلوم لهم أن هناك جزء تاني من الفيلم وهو ما دفعوا للتأكيد على أنه في حال شرك في الجزء التاني من الفيلم كان سيجبرهم على الجلوس في منازلهم لأنه أشتر بكتير من المشاركين فيه وحينما سأله الإعلامي عمر الديسي عما إذا كان أشتر من أحمد السقا أجاب باسم سامرة قائلا بكتير طبعا أنا في حتة وهو في حتة لينتقل بعدها للحديث عن ما جرى في فيلم إبراهيم الأبيض الذي شارك فيه بصحبة أحمد السقا حيث أكد أنهم قاموا بأص دوره وفسر ذلك الأمر بأن تواجده في الفيلم كان سيحدث خلقا خاصة وأنه قدم مشهد خطير وكان يقفص في المشهد من الدور السابعة كما أشار إلى كونهم حزفوا الدور الخاص بالفنان أحمد رزي اسفوج يوم الافتتاح ولم يجد نفسه في الفيلم واعتبر أن أحمد السقا هو من يقف خلف الأمر مشيرا إلى كونه ذهب لسؤاله بالفعل ولكن أحمد السقا أكد له أنه ليس مخرج الفيلم وغير مسؤول عما حدث وطلب من باسم سامرة تقديم رسالة إلى زميله أحمد السقا ضحيقا تحياتي إزايك يا حبيبي ليشدد على كونه ليس حزينا فهم من خسروا تواجده وليس العكس كما كشف باسم سامرة عن كونه ذهب لسؤال مخرج الفيلم إبراهيم الأبيض عما جرى فكان رد المخرج مروان حامد عليه هو أن الجرافيك ما ضبطش وهو ما تسبب في حسف المشهد الخاص به في الفيلم حديث الفنان باسم سامرة دفع المخرج والمؤلف محمد دياب للتعليق خاصة أنه مؤلف فيلم الجزيرة لذلك اختار دياب أن يرد عبر حسابه على موقع فيسبوك ليؤكد على أن أحمد السقا لم يتدخل في السيناريو نهائيا خاصة أن مخرج الفيلم شريف عرفة ليس لديه نجوم يفردون رأيهم على العمل وأوضح دياب أن الشخصية حسن التي قدمها باسم سامرة في الفيلم شخصية حقيقية فعلا وماتت في الواقع لذلك اختار هو أن يجعلها تموت في أحداث العمل وكشف دياب عن كونه يتطفق مع باسم سامرة على أنه موهوب وناجح ويستحط مكان أكبر كما تحدث الفنان باسم سامرة عن أصعب لحظات حياته وقال أن فقدان بنته كان أصعب من المواقف التي تعرض لها موضحا أنه كان أمرا مؤلما للغاية خاصة في مشهد منعطف خطر الذي كان فيه يدفن ابنته استعرض موقف دفنه لابنته الحقيقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر